العاملين بوزارة المالية لهم طلبات طلباتهم واضحة ولكن هنصلت الدوء على أهم هذه الطلبات واللي يمكن هي تفعيل الدور الرقابة للعاملين بقطاع الحسابات والمدريات بوزارة المالية لأن هذا القطاع هو من أهم قطاعات وزارة المالية المنوض بها حماية المال العام وبرضو هنعرف أكثر تفاصيل عن دور السنديق الخاصة ووضعها لموازنة العامة للدولة وكلام على كلمة الدكتور كمال الجنزولي مبارح واللي أكد فيها برضو على السنديق الخاصة وعلى أهمية السنديق الخاصة هنعرف أكثر إيه الكلام دوت وإيه حكاية الوقف اللي هتكون بكرة لوزارة المالية أو أمام وزارة المالية من خلال بفنة النهاردة برحب الأستاذ خارد السياد عضو المنظمة الوطنية الدولية لحقوق الإنسان ومندوب اللجنة النقابية للعاملين بوزارة المالية سبعة خير ومنتهى البساطة ليه العاملين بوزارة المالية عاملين بكرة وقفة؟ تفضل السياد بسم الله الرحمن الرحيم هو اللي عامل الوقفة بكرة مش مش العاملين بوزارة المالية كلهم اللي عامل الوقفة بكرة العاملين بقطاع الحسابات والمدريات المالية والديوان العام والديوان العام القطعين دولة اللي تم إهمالهم في العهد السابق قطاع الحسابات والمدريات المالية ده قطاع من أهم قطاعات الوزارة زي ما حضرتك قلت اتعامل له قانون بسمه قانون 127 لسنة 81 القانون ده قانون المحاسبة الحكومية اللي بتتعامل به الدولة كلها قطاع الإداري بالدولة كلها القانون ده 40 مادة نصه تقريباً بيتكلم على دور مراقبي المالية مندوب وزارة المالية في الوحدات الحسابية ايه بقى دوره اعرف بس الأول دور مندوب المالية المندوب المالية هم مدير عامل حسابات ووكيل الحسابات المتواجدون بجميع وحدات الجهاز الإداري بالدولة المنضم حماية المال العام ايه وزارة المالية بيتم عمل الموازنة العامة للدولة الموازنة العامة للدولة إراد ومصروف الإراد يتحقق من خلال مندوب المالية والمصروف يراقب من خلال مندوب المالية حال الموازنة العامة للدولة بتنشأ في الوحدات الإدارية بمعرفة مديري الوحدات الإدارية ويساعدهم في عمل الموازنة العامة للدولة مندوب وزارة المالية ممثل وزارة المالية ممثل وليس مندوب ممثل وزارة المالية بيقوم بعمل الموازنة العامة للدولة تجمع الموازنة العامة للدولة في قطاع الموازنة ويتم في نهاية السنة المالية تجميع الموازنة العامة للدولة من خلال قطاع الموازنة بلورطها في صورة نهائية ويتم مخبط البنك لإيجاد التمويل المناسب والسياسات المالية ثم تعرض على مجلس الشعب من خلال مندوبي الوزارة من خلال قطاع الموازنة اللي عمل الموازنة في الأول مندوبي وزارة المالية في الوحدات اللي هما مندوب قطاع الحسابات والمدريات المالية في كل جهة حكومية يعني كل وزارة في الدولة فيها مندوب للوزارة مهمته منتهى البساطة إن هو يضمن إن الموازنة العامة للدولة إرادة ومصروف بتروح في مكانها الصحيح بمنتهى البساطة صحيح؟ بمنتهى البساطة حضرتك بعد كده الموازنة تم إقرارها في مجلس الشعب تعود مرة أخرى للسادة مندوبي المالية ممثل وزارة المالية في الوحدات الحسابية لتنفذها أطبحت دلوقتي مصروف أمسك المصروف ده ورقة ورقة أرجحها ورقة ورقة حالا لغاية ما يطلع الشيك بتاعها يوقع عليه توقيع ثاني يوقع عليه رئيس الجهة الإدارية توقيع أول وأصبح المصروف واجب النفاس حلو أولا هل أنا دوري أنا كمندوب إن أنا بعد ما المصروف ده طلع وتوجه في مكانه هل أنا دوري الرقابي إن أنا أعرف إذا كان فعلا هذا هذه المبلغ أو هذا المصروف راح في مكانه الصحيح طبقا لخطوة الموازنة العامة للدولة هل إحنا فاهمين صحيح كده هو ده ولا هو بس ينتهي دوري على صرف المصروف في الحتة اللي هو ينتهي دوري عند إعداد الورق والتوقيع عليه واستخراج الشيك طب إيه بقى المشكلة؟ المشكلة في حضرتك إن أنا ممكن أشوف مشاكل فنية آآ سريقات قدامي وما قدرش عمل لها حاجة عشان كده عايز دوري يقوى أكتر يتم تفعيله يتم تفعيل دوري يعني أنا حضرتك مضيت على الشيك وأنا متأكد إن الأوراق الأوراق سليمة مئة في المئة حال ولكن ما فيش حاجة جات مضيت مناقصة في وزارة ما توريد شيء ما ولما يتم توريده كم عدد العاملين في هذا القطاع في هذه العاملين في وزارة المالية ما يقرم من ستاشر ألف موظف لا بالقطاع قطاع حسابات المالية حداشر ألف تقريبا حداشر ألف موظف وهذه الحداشر ألف موظف عندهم نفس المطلب ونفس النداج طبعا نفن بهم عشان كده جايين بكرة لجميع أنا حضرتك بمثل محافظة الغربية طبعا ولكن ورائي ما يقرم من خمستاشر لعشرين محافظة اللي هم هيقدروا يجوا بكرة إن شاء الله لكن المحافظات البعيدة زي محافظات الصعيد ومحافظات الواد الجديد والمحافظات النائية مش هيقدروا يجوا ولكن وقفين معنا ناكونا حدارك عاملين وقفة يوم الخميس اللي فات وبلغنا بيها الوزارة ولما يستجي بأحد طبعا 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 اشمع يعني الوقت الثورة أو يعني بدأت المطلبات والإحتجاجات كانت كله بدأ من سنة من 2006 شغالين في الموضوع دوت أوكي وبنطالب بإعادة هيكلة وزارة المالية من الداخل لأن كل الوزارة اللي بيجوا ما احترمنا وتقديرنا ليهم بيتكلموا على السياسات المالية الداخلية والخارجية للدولة فقط لكن لا يعنيهم الموظف دجوه الموظف ده اللي هو أساس القعدة العريضة اللي بتطلع البيانات وبتطلع شغله كله لرؤساء القطعات وللوزير عشان يقدموا في كل حت ايه مشاكل التالي اللي بيعني منها الموظف يعني مسا اعمل حاجة جايل حضرتك وزارة المالية دي هي الجهة الوحيدة في الدولة اللي بتحصل ارادات الموازنة ككل كل ارادات الموازنة العامة للدولة بيتم تحصلها عن طريق وزارة المالية بيتم صرفها كبيرا عن طريق ايوة فاندم يعني هيئة قناة السويس الجمارك الضرائب كل ما هو اموال يعني بتدعم الموازنة العامة بيتم تحصلها عن طريق وزارة المالية وبيتم عادة سياغتها وهيكلتها في الموازنة العامة ثم بعد كده بيتباحها زملائنا في القطاع حسبات حكومة في جميع الجهات الحكومية في التربية والتعليم في الصحة في البترول في كل الجهات مندوب عن الوزارة في كل جهة في التأمينات في المعاشات كل حاجة وحضرتك وزارة المالية الإرادة اللي الأستاذ خالد بتكلم عليه يا إما ضرائب يا إما جمارك يا إما إرادات سيادية تمام مندوب وزارة المالية في الجهات الإدارية بيحصل ما يقرب من 60% من حصلة الضرائب ويرسلها بشيك لمصلحة الضرائب يحصل جزء كبير جدا من أموال المعاشات تأمينات المعاشات يحصل إرادات أخرى إرادات سيادية الإرادات أنا حصلتها يعني إيه إرادات سيادية معلش حضاك زي إرادات قناة السويس إرادات ممكن نقول زي غرامات تأخير على بعض الشركات الموردة وإلى آخره ماشي يا فندم الإرادات حصلت قدامها مصروف أنا ممكن أوفر في المصروف لو أخبت الحصانة اللي أنا بطلبها أنا مش بطلب الحصانة عشان عشان نفسي يعني بطلب الحصانة عشان مالي العام أحافظ على المال العام من السرقة والنهب الحائط الصد الأول أنا حائط الصد الأول طبقا للقانون يعني أنت حاس بمنتهى برضو ببساطة يعني أنت خير كده كده يعني بالبلد يعني أنت بتبقى موجود موجود في الجهة اللي أنت موجود فيها الوزارة ولا القطاع ولا المصلحة ولا أيا كان حاس أنت دورك انتهى عند أن أنت أولا يفلوس دي جاد طيب هتروح هنا طيب وانت مش ضمي هتروح هنا ولا لأ هو ده السؤال يعني أولا دي مشكلة تعمل الورق أو اتنين وثلاثة طبقا للإستمارة بتقول ورحد اتنين ثلاثة عمل واحد اتنين ثلاثة سليم سليم الورق سليم ولكن ما بعد الورق ليس بسليم طيب ودي مشكلة لدارة في مصر بالكامل حلوة أوي أولا فيه مشكلة معضلتين في الحكاية دي أول معضلة إن احنا درواتسي أول حاجة هتتقل لك او مشكلة معضلتين نبرا اتنين بقى وده الأهم انت طالب إيه يعني طالب يبقى عندك إيه وحضرك بس عايزة دي نبزة مختصرة بس عن الرقابة المالية قبل الصرف دي كانت كان منوض بها في الأربعينات مجلس اللي هو الجهاز المركزي للمحاسبات وكان بيسمى ديوان المحاسبات وكان بيقوم بالمراجعة زي ما أنا بقوم دلوقتي بالضبط في سنة حاجة وستين تم تعديل دوره كان بيقوم بالرقابة قبل الصرف على جميع المستندات 64 خلو الجهاز المركزي يراقب عينة بعد الصرف خلص الموضوع تصرف كمان المشكلة وقعت هو بيراقب بعد الصرف ويقول تقريره وبعد كده يؤخذ بيه أو لا يؤخذ بيه حسب قانونيته هاي أنا براقب قبل الصرف بالكامل طيب أنا ممكن أمنع المشكلة قبل ما تقع ازاي معايا حصانة معايا ضبطية قضائية ممكن أمسك المخالف بصفتك المراقب بصفة المراقب الحارس الأمين على المال العام حال حتقوله الفلوس دي مش حديها لك لحد ما تثبيت انها رايحة فين مسلا أعرف الحاجة جات أشوفها مسكت مشكلة حاجة ما جاتش يعني أنا ممكن يتم تحرير الأوراق أمام المكتب عايز نكتب لك إيه وأنا أكتبهو لك وحضرتك يا وزارة المالية دي وزارة كبيرة بس أسأل سؤال معلش فكرة إحنا في مرحلة انتقالية أو دي حكومة تأسير يقوله تأسير أعمال حاباك بس أكمل النقطة دي مجلس الشعب هو المنقود بيه حماية المال العام تمام ثم وزارة المالية الرقابة على المال العام مجلس الشعب ووزارة المالية مجلس الشعب أنشأ الجهاز المركزي للمحاسبات للرقابة بعض الصرف وزارة المالية أنشأت قطاع الحسابات والمداريات المالية للرقابة قبل الصرف طب ما بفعلش دورنا ليه أنا ممكن دوري أنا أطالب دلوقتي من خلال المنبر اللي احنا هادين عليه ده أن يتم نقل صلاحياتنا لمجلس الشعب يبقى رقابة قبل الصرف المجلس الشعب ورقابة بعد الصرف المجلس الشعب عشان يبقى عندي السلطة اللي أقدر بها أحمي المال العام أنا حضرتك الموازنة بتاعت الدولة ما يقرب من تلتمية وخمسين مليار جنيه معظمها معظمها على المصرفات الباب الأول والباب التاني يتم اهدار اهدار طيب بصورة مناقصات ومزيدات لا يأتي منها شيء زي ما احنا قلنا قبل كده أن وزارة المالية وزارة وزارة الدولة هي هي اللي بتلم إرادات الدولة كلها إرادات الموازنة العامة للدولة وبتعمل إعادة صياغة لها من خلال الموازنة وبعد كده بيتم صرفها عن طريق زملائنا في قطاع حسبات حكومة ومدارة مالية بخلاف ذلك احنا عندنا برضو جهات حكومية متميزة عندنا زي الهيئة العامة بالخدرات الحكومية دي المنط بيها اللي هي كل ما حتشتريه الحكومة من منصات وابق שה بيتم عن طريق لهيئة العامة بالخدرات الحكومية حتى المزايدات اللي هي محصلات الجمارك مصادرات الجمارك وما خلافه بيتم بيقع عن طريق الهيئة العامة للخدام الحكومي عندنا جهاز اسمه جهاز تصفية الحرصات الجهاز ده كل من هو اخذ حكم قضائي مؤقت او نهائي بيتم ادارته عن طريق جهاز تصفية الحرصات لغير الضرائب العامة والعقارية ومئلات ذاك طب وكل الجزء دورها مفعل طبعا فيه شغل بس احنا بنطالب احنا جينا ليه اصلا مجلس الشعب حيعمل تشريعات وقوانين جاية فاحنا بنقول ان شاء الله عايزين نتواصل معاه نتواصل معاه في التشريعات الجديدة والقوانين انها تبيح لنا يعني يتحدد لنا قوانين نعرف نشتغل بيها مايبقاش علينا بيروكراطية في العمل والتقويد للحركة بتاعتنا بحيس ان احنا نعرف نشتغل وحضاك بالنسبة لقطاع سباة المدارات المولية قولنا حضاك انه هو بيعد الموازنة في الاول وتروح الموازنة مجلس الشعب وترجع تاني تبقى ميزانية اعتبارا من واحد سبعة يساعد يراقب تنفيذ الموازنة اللي اسمها ميزانية اعتبارا من واحد سبعة بقت مبلغ من المال بيتوزع وراقبه واحدة واحدة في نهاية السنة في تلاتين ستة بنعمل حاجة اسمها الختامي يعده برضو مندوب المالية ومثل وزارة المالية بالجهة يعد الختامي بتاع الدولة يرسل الى القطاع الختامي بوزارة المالية يتم تجميعه وارساله الى مجلس الشعب مدرسا اخرى يصبح الختامي ويناقش الختامي ونشوف اتصرفت الموازنة اتصرفت في موضحها او لم تصرف ايه اكثر قطاع بهذا الدور تمام قطاع بهذا الدور الا يستحق النظرة حل النظرة دي بقى انا عايز اعرف بات ايه ايه اول انا عايز اعرف من حكم عملكم كام حداشر الف او تقريبا حداشر الف حداشر الف اه ايه اكثر القطاعات ممتاز صراحة بحنا اتكلم بقى انتو بتطلبوا بالطلب ده ايه اكثر القطاعات اللي انتو شايفين انها محتاجة ان يفعل فيها هذا اله الاحدالة الاجتماعية ما بين القطاعات وبعضها لا انا بتكلم انتو نهاردة مندوبين ومراقبين في كل الجهات الادارية المهمة في البلد تمام وزاراته والمصالح والكلام الدفاع والنيابات كله كله شكرا القطاع بتاعنا من ضمن كم قطاع في الوزارة قطاع التمويل قطاع أمامل العامة ا是不是 رئيس قطاع القطاع اللي بessions اللي بيمد جميع القطاعات بالداتا هو القطاع الشابات المديرات المالية طبيعي القطاع الوحيد المظلوم اللي مبياخدش الامامل العامة ما بتكلمش على موضوع مادي أنا مندورش الوظيفة بتعيدها بكرة دور وظيفي محترم على شخصات تقدروا تمرسوا مهامكم التشريعات يا فندم والقوانين الجديدة ماشا ايه ايه اكتر القطاعات انا سؤالي واضح دلوقتي خليكم صرحة ايه اكتر ما فيش حد يعني مش حد حيقولكم بتعالوا ايه ايه اكتر القطاعات اللي انتوا شايفين ان هي محتاجة ان يتفعل دوركم الرقابي فيها بحيس ان ما يحصلش فيها اهضار للمال العام كل القطاعات اللي شغلت تبع الحكومة يعني هو اللي معظم القطاعات انا اشتغلت في الصحة اشتغلت في الامن اشتغلت في الري اشتغلت في الجامعة كل معظم القطاعات مش هقول كل القطاعات عشان ابقى منصف معظم القطاعات فيها مشاكل مشاكل تنظيمية يعني مشاكل ان هم عمش نظام ولا مشاكل اللي هي الفلوصة لا ما بتروحش فيها من الاخر اللوائح الداخلية اللي بتؤدي الى صرف الموازنة العامة للدولة فيه لوائح داخلي لا يتم تطبيقها ووضعت في العهد البائد لزرع القراهية والبغضاء بين الموظفين وبعدهم وبعض الموظف الصغير ياخد جنيه الموظف الكبير ياخد مية الأكبر خالص ياخد ألفات ودائما بيبقى فيه تمييز للقطاع بتاع كطاع مكتب الوزير بيميز دائما عن باقي القطاعات دائما مع ان القطاعات التانية يمكن هي اللي بتديله الداتا والمعلومة وبتديله كل حاجة ببناء عليها هو بشتغل الوقفة بكرة فاندم هي ليه؟ مقصوص ايه؟ احنا طبعا يعني بما قالوا أخويا جهاد العاملين داخل الوزارة في القطاعات عندهم يعني إحساس بأن صندوق رعاية العاملين مش دوره مش مفاعل موجود بيلم فلوس من الناس وفي آخرة الموضوع ما بيديش للناس الرعاية الطبية الكافية الاهتمام ما هو دا المطلب الأساسي احنا بكرة مش راحين نزيادة كل كل دا كل فقرة فابديني المطلب الأساسي هو تفعيل دور القطاع لا 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 سبع طلبات حضرتك طب لقولهم بقى ساعة عاربنا نخلص سبع طلبات سبع طلبات تحقيق العدلة بأن قطاعات الوزارة المختلفة عن طريق المساواة إلغاء كافة الاستثناءات الموجودة بالوزارة الاستثناءات دي مصيبة كبيرة سريع رقم ثلاثة الاستغناء عن كافة المستشيرين المتجدين بالوزارة معظمهم مش أقول كلهم رقم ثلاثة تفعيل قرار ليه؟ ما ليش سريعا ليه؟ ما لهمش دور ما لهمش دور ما لهمش دور بالمجرد ما لهمش دور بالمجرد وبيتقاضوا فروس المتقدة بيأسعى على المزانية الدولة بيتقاضوا من خمسة لعشرة مليار جنيه سنوية مش في المالية بس لكن في جميع الوزارات رقم أربعة تفعيل قرار وزير المالية الأسبق بحل مجلس إدارة السندوق اللي بيكلم عليه أخونا الأستاذ خالد رقم خمسة الرعاية الصحابة الابتماعية الكافة القطاعات تفعيل قرار وزير الأسبق يعني ده قرار طلع وتحطق الأضرار دكتور سيئه قراره كان؟ حل مجلس إدارة السندوق وعمل بالانتخاب السندوق ده حضرتك ده فلوس الناس دي كلها ما بنستفعش منه الرعاية ليه؟ ما بنستفعش منه أقل في حالات الوفاة أو الخروج على المعاش فقط بس ده حافية المشكلة دي في كل قطاع كل وزارات تقريبا بحنا في حاجات تانية العدالة الاجتماعية والمساومة بين القطاعات وزير المالية نفس سوء المرة من المرات الدكتور سامير رأدوان سوء المرة من المرات إيه الجهاز الرقابي عندك؟ قال قطاع الموازنة قطاع الموازنة مش قطاع رقابي قطاع الموازنة قطاع بس قطاع من غير صلاحيات زي ما انت بتقول أو إرقابة بدون صلاحية القطاعات بالكامل يا شمد القطاعات بالكامل ورؤساء القطاعات بالكامل من قطاع واحد من قطاع الموازنة أي جهة إدارية لونك؟ رئيس القطاع بتاعنا مع أنه جاي لنا من قطاع الموازنة لكن الرجل محترم جدا ماشي؟ عشان بدأ يحس بينا وعرف دورنا حينضم ليكم وبدأ ينضم لينا بدأت الحرب الشعواء عليه من المستفيدين من المستفيدين من قطاع الوضع على ما هو عليه طيب نكمل بقى سريعا رقم خمسة الرئيس الحياة والاجتماعية رقم ستة إعطاء ممثل وزارة المالية الحصانة أيها والضبطية القضائية بنقل تبعياتهم لمجلس الشعب أو إنشاء هيئة مستقلة ماشي وأخيرا بس طلب السابع التدريب الفعال التدريب الفعال لجميع ممثل وزارة المالية عشان نخرع منهم كواد المحترمة تطبع كده تبقى هي بص حضرتك إحنا ممكن نجيب وزير متميز جدا وأكاديمي ممتاز وإداري متفوق لكن من تحت القعدة العريضة الناس نفسها لازم إعادة تأهلها وهيكلتها وعادة في كل الوزراءات ما إحنا عندنا استعداد ده الدور النقابي بقى معلش إذن لي في حاجة الدور النقابي الدور النقابي مهم جدا الوزير اللي بييجي أنا حسيب لحضرتك الفرصة بس عايز أقول للحيطة دي قبل ما الأستاذ يقفل يعني الدور النقابي طبعا كل وزير بييجي يدور على السيستات المالية الداخلية والخارجية للدولة لكن هو مش فاضي وقته ومجهوداته ما تنفعش أنه هو يشوف الناس اللي شغالي لازم ييجي على سيستر إيه إحنا بقى الدور النقابي بقى الدور النقابي هو عمل إنه هو يأمل توعية ثقافية وعلمية وتسقفية ورعاية طبية للعاملين مفهومي بحيث أنه يجهز الناس دي كلها تعليق سريع أنا بوجه بس كلمتي للسيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير المالية اللي عارف دورنا السيد وزير المالية لأنه من قطاع من الوزارة نفسها عارف دورنا وبيحاول إنكاره بسبب المستفيدين الموجودين دلوقتي القطاع ده ده كنام كبير هاوي القطاع ده قطاع هامي جدا 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 مفروض يتم تحويله الهيئة تبع مجلس الشهر هيوفر حترك بدلا في آخر سنة أصرف الفلوس بسبب إن الرئيس الجهة عايتنا أصرفها وخلاص في أي حاجة ممكن بتليفون ممكن إن شاء الله موجود تتأفل فيلوس موجود أصرفها في أي حاجة كمان ممكن أوفرها ورجحها تاني للمزانيات الجديدة كلام معقول أنا أسازم بس حضرتك لازم نختم لازم نختم في إن شاء الله في اتحاد لمحاربة الفساد داخل الدولة كلها نتبني الأستاذ الدكتور طاري عبدالعال حمد عميد كليت انشامس ورئيس المنظمة الوطنية مش بس وزارة المالية لا ده هو على مستوى الحكومة حلوة أوي هاي وفي إن شاء الله منظمات حقوقية وأستاذة جامعة ودكاترة في الجامعة بالتعاون مع زمائلنا في وزارة المالية وإحنا طلبين طبعا مجلس الشعب يدعم هذا الاتحاد لمحاربة الفساد المالي والإداري على مستوى الدولة ككل ومعنى أستاذ الشعب كتير أوي طيب ربنا يا فندم إحنا مكلفين بهذا الأمر إحنا بس عايزين الإطار الشرعي يعني إحنا هننشئ الاتحاد لكن عايزين دعم من رئاسة الوزراء ومن مجلس الشعب ويمكن كمال الدكتور كمال الجنزوري يعني ينبه مبارح إن في إن شاء الله في حاجة لمحاربة الفساد إن شاء الله بإذن الله أستاذ خارد السياد عضو المنظمة الوطنية الدولية لحقوق الإنسانة مدوم اللقصة النجلة النقابية للعماليين بزارة المالية مشكولك شكرا جزيلا وأيضا لأستاذ جهاد فودة رئيس اللقنا النقابية للعماليين بالمدرية المالية بالغربية مشكولكم شكرا جزيلا شكرا يا فرد الكلام على فكرة على الموضوع الفساد ده مهم جدا بس ده يعني هو ليه مكري فاكرة تانية نحن نتحدث من المدينة حتى حديدا من التكلم على وزارة المالية وعلى الاحتجاج بكرة أو الوقف الاحتجاجية بكرة حيكون معاهم أكيد من تابع إيه اللي هيحصل الوقفة مستمرة إن شاء الله تتم مطالبنا لو شرعية تتم مش شرعية يابلونا قولونا مش شرعية ليه مش إن شاء الله لحدش هيروح بيته أن لما تنفذ مطالبنا كاملة واضح الكلام واضح الكلام مشاهدين هنروح لفاصل هنشوف إلا هيحصل لفزارة المالية بكرة وحنرجع تاني خليكم معاهم